ترجمة نانسي قنقر في هذا النص اختار الكاتب لمقامته بطن وراوية يروي تلك الأحداث وهو عيسى بن هشام وهو شخصية الخيالية التي استنعها بديع الزمان الهمداني لإيصال فكرته إلى المتلقي حيث تدور حوادث المقامة حول كيفية طلب العلم في النص أو المقامة يحس فيها الكاتب على ضرور الطلب العلم وذكر الهمداني صفات العلم اشتركوا في القناة وهنا وصلنا إلى نهاية المقطع اتمنى ان فدأ اعجابكم وستفدتم منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة